السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي وسلم وبركة علي سيدنا محمد عليها أفضل صلاة والسلام إزايكم وعملين إيه يا رب تكونوا بألف فرق كل زنو حضرتكم طيبين إن شاء الله النهارة هنعمل مش طرجن هي صنية صنية خضار باللحمة حلوة جدا 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 سهلة وبسيطة مفيش أحلى من كده شايفين الجمال بطاطة سمعة بسرلة مع الرحمة بطريقة حلوة جدا سهلة وبسيطة وسريعة في نفس الوقت عايز أقول لكم الصنية اللي قدامنا دية يعني تحضرها وتجهزها وكله كله كله وماخدش ساعة لربع ما شاء الله اللحمة كانت دايبة معي ومستوية والبطاطس والبسلة حاجة كده ما لهاش حل طبعا لو حبت ضيفي كورسة يهنتوا راحتك ما شاء الله يا جماعة كفاية بس راحت إن شاء الله تعجبكم جدا جدا سهلة وبسيطة وما خدتش وقت نصلي على رسول الله عليها أفضل صلاة والسلام ونشوف المقدار بتاعتنا أول حاجة عندي هنا البسلة بطاطس اللحمة بصل توابل اللحمة اللي اشتغلت بها يا جماعة حوالي كيلو اللي ربع من اللحمة أنا مقاطعة مقعبات كده بس مش كبيرة ولا صغيرة راعي برضو في التقطيع بتاعتك اللحمة لما بتستوي بتكش فخلت تقطيع ايه من الصغيرة او وعندي بطاطس كمان أنا مقشرةه وغسلهه وقطعه مقعبات بالشكل ده والبسلة كنا مفرزينها يعني تفرزات السنة اللي فاتت كده لأنه مفرزتش أي حاجة استنادي كان عندي تفرزات والحمد لله فقلتا مخلص شايفين ما شاء الله لأنه أخضر ومنعنع وحلوة جدا جدا هسيب لكم لينك التفرز في صندوق الوصف عندي بصلة يعني بصلة متوسطة لا كبيرة ولا صغيرة عندي نص معلقة صغيرة من كل حاجة روز ماري وزعتر الفلفل الأسود الربع معلقة صغيرة بس من التوابل اللي احنا كنا عاملينها مع معا خلطة التوابل هسيب لكم برضو اللينك في صندوق الوصف عندي معلقة كبيرة من التوم المفروم طبعا يا جماعنا بفرم التوم مع فلفل أخضر وأحمد تمام؟ أو التوم عادي كله شغل معاكي وطبعا الصلصة اللي هنشتغل بها حوالي كيلو من الصلصة تمام كده كيلو كيلو اللربع أول حاجة بقى هيجعل بطوغز بتاعي الحلة بتاعتي معلقة كبيرة كده سمنة بلدي حلوة حابة تشتغل بزبدة بالزيت بسمنة بلدي المادة الدهنية بتاعتك أنت أنا أشتغل بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي هبدأ أشوح في اللحمة بتاعتي اللحمة يا جماعة فرحة تدهن حلوة كده أنا مقطعها طبعا تبقى حلوة جدا 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 واللحمة كمان فهي يعني دهن مش حمر صافي تمام؟ أبدأ ألفها كده بسمنة البلدي لحد ما المسام بتاعتها تقفل خالص ويقولونها اللي هو إيه طب يضي معايا كده وطبعا يا جماعة التقليب كله والتشوح ده على نارة عليها عشان ما تنزلش المية بتاعتها دبلت في اللحمة كده قعدت أخدها تشويحها حوالي خمس دقايق بعد كده هنزب بالبصلة بتاعتي البصلة متوسطة لا كبيرة ولا صغيرة أقلب برضه في البصلة والتوابل زعتها روزميري فيلفل اسود الخلطة اللي كنا عملينة كو ببصينها على قرنفل على حبايان يعني خلطة بجد محوجة من كل حاجة أقلب البصل بالتوابل لفة بس كده دقتين يدوبك البصلة يعني تشف كده معي وتدبا هنزل بنص كمية التوم دي معلقة كبيرة يا جماعة يعني هنزل بنصها على اللحمة هديها تقليبة ما فيش دقيقة كده أول ما شم ريحة التومة هنزل بمية مغلية يعني أول ما شم ريحة التوم خلاص كده اللحمة كده يا جماعة خدت حوالي يعني تشويح سبعة دقيقة شايفين قطعة اللحمة يعني مش كبيرة ومس صغيرة خلي بالك برضو انها لما تستوها هتكش وأنا يعني عايزها كده تبال مع الخضر بتاعي نزلت بطبع المية مغلية جدا جدا خلاش تنزل بمية برض عشان متعجزيش اللحمة وتاخد منك تسوية جمدة وتشد برضو معاك فكده هتنجزي وتستوى معاك أسرع هغط عليها وهتاخد معايا 3 تربع تسوية جماعة تمام هنا ببقى الخضر لسه زي ما هو عند الصلصة بتاعتي وعند البطاطس وعند البسلة واللحمة بتاخد وتدي والتوم طبعا اللي باقي معايا أجي هنا بقى توصة حلوة كده فيها معلقة سمنة بلدي طبعا زي ما قلت لحضراتكم حابين تشتغلوا بسمنة بزيت اللي انتو حابينه معلقة سمنة بلدي وهبدأ أشوح في البسلة بتاعتي شايفين البسلة ما شاء الله يا جماعة بجد حلوة جدا جدا لونها أخضة ده وحل أبدأ شوحة بقى بسمنة بلدي كده ودي اللحمة معايا بتاخد وتدي طبعا هده 3 تربع تسوية ومن وقت 3 تاني كده ببصة عليه أنا هنا بشوفها الإتاليستة بتشد لسه محتاجة تسوية هنشوح في البسلة بتاعتنا شايفين فكت من التلقه خالص هيا ولونها جميل هنزل بقى بكمية التوم اللي معايا حوالي معلقة صغيرة اللي كانت بقي معايا نزلت بها كده وهشوحها تمام كده بجد حت البسلة بقت حلوة جدا جدا بالصلصراء بتاعتي طبعا على حسب الكمية بتاعتك انت انا شتغلت بكيلو ربع من اللحمة والبسلة يا جماعة والبطاطس حوالي برضو كيلو كيلو ربع تمام كمية اللحمة بتاعتك انت حابة تقطر اللحمة تقليلي اللحمة تقطرها خضر تقليلي خضر الكيمية بتاعتك انت انا شتغلت بكيلو ربع يعني كيلو ربع وخضر كيلو ربع والطماطم حوالي كيلو طماطم متسبك طبعا لو طماطم هتعصريها بتعصري طماطم اللي انت عايزها حوالي كيلو طماطم شايفين اللحمة بتاعتي حلوة جدا والمعلقة الغريزة داي يعني كده نقصتها تكة بسيطة 3-4 تسوي ايه خلاص كده خلصت معي هجي بقى على البطاطس بتاعتي البطاطس هنمقطعها مقعبات بالشكل داي هنزل بقى علىها كده على اللحمة والشربة اللي تعملت معي وكمان البسلة والسلسلة اللي معي عايزة لكم لنها خدت غلوة كده مع بعض البسلة والسلسلة ديتها يعني غلوة كده على البتوكاز هنزل بقى كله على بعض وكده في حلة واحدة وهقلب بقى تقليبة كويسة جدا جدا وهتاخد بس غلوة عشان البطاطس تستوي معي طبعا البطاطس اللي خدت تشويحة ولا حاجة فغلوة بس مش اكتر في السلسلة عشان البطاطس ايه ما يتغبش في الفن ملاقي كل حاجة استوت والبطاطس هي اللي لسه بتشد معي فغلوة واحدة بس وهدخلهم بقى في الفرن بتاعي حبة اخضيهم على كده هي حلوة جدا جدا مش هتقولك لا لو عايزة تسوية كاملة على البتوكاز بس طبعا يا جماعة كلنا عارفين نفس الفرن يعني وتسوية الفرن بجد بتيدي نفس حلوة جدا جدا للأكل فبجد تسوية الفرن حاجة تانية خالص الملح المباهر اللي كنا نعملين مع بعض او الملح العادي بتاعك يعني كله شغاله كله زي الفل اضيف معلقة الملح طبعا احنا لحد دلوقتي يا جماعة ما ضفناش ملح اللحمة نقصة بس تكت تسوية فخلاص بقى كده ايه يدوبة نضيف الملح عشان تبدأ تشرب من الملح بتاعنا ايه وتتحيق مظبوط الخضاء اخد معايا غلوة وحسيت انها لست عايزة شوية ملح احطت كمان معلقة ملح دي معلقة صغيرة يعني ثلاث معلقة ملح اصبت الملح بتاعي طبعا واجب بقى الصينية للفرن كده من غير زيته من غير ايه حاجة اعيز لكم والله حلوة جدا جدا معلقة سمنة في اللحمة ومعلقة سمنة في البسلة خفيفة وحلوة جميلة جدا جدا الطماطم يا جماعة كت معايا متسبكة من غير ايه اضافات خلاص كده انا بقى هدخلها حب انت اتغطيها حلوة جدا جدا انا مش هنغطيها انا هدخلها الفرن خدت معايا حوالي عشرين دقيقة يعني عشرين دقيقة خمسة وعشرين دقيقة مش اكتر من كده واخر دقيقتين بولع الشوية بس انها ايه تاخد شكل حلو كده نعمة وسطة طبعا بتغطيها كده لو انت عايز اتغطيها بصنية بقى بفويل بوائز دبت ايه اللي متاح عنك غطي به ودخليها الفرن عشرين دقيقة ان شاء الله بتبقى خلصانة معايا طبعا احنا واخدين كل حاجة تلاتة ربعة تشوين شايفين الجمال ما شاء الله جد حلوة جدا جدا كيفية بس رحيتها يا جمال جد رحيتها تجوع كده وططس دايبة والمستورية واللحمة والبسلة حاجة كده ولو حبك وسه انت برحتك كله شغال معايا وكله زي الفر ما شاء الله وكمان لما بتبرد يا جماعة بتتسبك وبتتقال كمان عن كده يعني حاجة تفتح النفس رزقب يضز بشاري حاجة حلوة جدا جدا دا كان فيديونارد ان شاء الله تحيكبكم لو فيديونارد عجبكم ما تنسونيش في لايك والشارك اشترك في القناة استردعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته